اشتركوا في القناة والكتابة اذا كنا في الحصة السابقة قد تعرفنا على حرف حرف القاف اليوم سوف نتعرف على حرف جديد لكن قبل ذلك لاحظوا معي هذه الصور ماذا نلاحظ في الصورة الاولى الصورة الاولى عبارة عن حي حي والصورة الثانية ماذا يوجد بها مصباح مصباح والصورة الثالثة لحم لحم اذا انصدتم جيدا يوجد الصوت يكرر عدة مرات في كلمة هذه الصور حي مصباح لحم اذا لتعرف على هذا الصوت يجب علينا قراءة كلمة هذه الصور فتابعوا معي لنقرأ كلمة هذه الصور اذا الان اعساء الاطفال سنقوم بقراءة كلمة الصور التي تعرفنا عليها اول كلمة هي ح يون هنا يوجد لدينا صوت بلون احمر صوت ماذا صوت ح صوت ح اين يوجد يوجد في اول الكلمة اذا حرف الح في اول الكلمة الكلمة الثانية هي لا ح من لا ح من هنا اين يوجد الصوت عفوا هنا صوت ماذا صوت ح صوت ح اين يوجد يوجد في وسط الكلمة اذا حرف الح في وسط الكلمة الكلمة الثالثة هي م ص ب ح م ص ب ح هنا اين يوجد صوت عفوا هنا صوت ماذا صوت ح صوت ح اذا اين يوجد يوجد في اخر الكلمة حرف الح في اخر الكلمة اذا لدينا حرف الح في اول الكلمة حرف الح في وسط الكلمة وحرف الح في اخر الكلمة الان احباء الاطفال سنقوم بتدرب على تخطيط حرف الح في مختلف الوضعيات اولا سنقوم بتشكيله بواسطة العجينة اذا نضع خط افقي ثم خط خط مائل من فوق عفوا من تحت الى فوق ثم خط مائل صغير صغير من فوق الى تحت حرف الح في اول الكلمة الان حرف الح في وسط الكلمة نضع خط افقي ثم خط نأتي الى الوسط ونضع خط مائل كذلك من تحت الى فوق ثم خط مائل صغير من فوق الى تحت حرف الح في وسط الكلمة الان سنقوم بتشكيل حرف الح في اخر الكلمة اذا نضع خط مفتوح هكذا خط مفتوح كبير ثم خط مائل كذلك من تحت الى فوق ثم خط مائل صغير من فوق الى تحت حرف الح في اخر الكلمة اذا احباء الى اطفال اذا لاحظتم بان حرف الح يشبه حرف الخ الذي سبقنا سبق ان درسنا وايضا يشبه حرف الخ لكن حرف الح ليست لديه نقطة الان سنقوم بتخطيطه عفوا بتدرب عليه على الورق سنقوم بتدرب على تخطيط حرف الح في مختلف الوضعيات اذا نضع سنقوم بتدرب على حرف الح في اولي الكلمة نضع خط افقي خط مائل من تحت الى فوق ثم خط مائل صغير من فوق الى تحت حرف الح في اولي الكلمة الان سنقوم بتخطيط حرف الح في وسط الكلمة اذا نضع خط افقي خط افقي نأتي الى الوسط ونضع خط مائل كذلك من تحت الى فوق ثم خط مائل من فوق الى تحت حرف الح في وسط الكلمة الان سنقوم بتخطيط حرف الح في اخر الكلمة نضع خط مفتوح كبير خط مفتوح كبير ثم خط مائل من فوق عفوا من تحت الى فوق ثم خط مائل من فوق الى تحت حرف الح في اخر الكلمة الآن اعزائي الاطفال سنقوم بقراءة حرف الح مع الحركات اذا تابعوا معي حرف الح مع الفتحة ح ح حرف الح مع الضمة ح حرف الح مع الكسرة ح ح ح حرف الح مع السكون ح ح حرف الح مع الالف ح ح ح ح حرف الح مع الوا ح ح ح ح ح حرف الح مع الوا ح 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 اذا اعزائي الاطفال اتمنى ان تكونوا قد فهمتوا جيدا طريقة كتابة تخطيط حرف الحق في مختلف الوضعيات أيضا نطق صوت الحق حصة اليوم انتهت ألقاكم في نشاط آخر إن شاء الله وفي فيديو آخر حفظكم الله وراعاكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة